بداية حض أوفر وهارد لك لفريق القوة الجوية جماهيره إدارته محبيه فريق القوة الجوية اللي حقيقة أسعدنا بكل شيء في هذه البطولة وكان هو فرس الرهان أنا أقول أنه الأفضل خرج من هذه المجموعة القوة الجوية أفضل من الاتحاد بالعداء أفضل من أجمك بالعداء أفضل من سبهاني الإيراني بالعداء لذلك كرة القدم تعرف النتائج القوة الجوية أرفع رأس كرة القدم العراقية عالي لكن في كرة القدم يجب أن تستغل أنصاف الفرص العراق منذ فترة طويلة بالأندية بالمنتخبات بكل شيء اللاعب العراقي لا يعرف التعامل مع المباريات المهمة والحساسة بشكل أدق أنه المباراة سبهان هي كانت القشة التي قصبت هلين تذهبوا يا أب مغلبتهم هنانا المسألة كان باستطاعتك أنه تغلبهم باستطاعتك أنه تحقق نتيجة إيجابية لكن عملية التعود على تحقيق نتائج إيجابية يمكن هضمتها الكرة الإيرانية لكن لم تهضمها الكرة العراقية والدليل في كثير من المباريات الحاسمة والمهمة تشوف العراق أو الأندية العراقية لا تحقق ما مرجو منها حقيقة وتخرج بخفي حنين لذلك أنا أشوف أنه يجب أن نتعلم من هذه الخسارة كونها خسارة مؤلمة كون فريق القوة الجوية كان هو الأحق بالخروج بثلاث نقاط وحصد البطاقة حقيقة مع أي كان من الفرق لذلك هذا الأمر حس في أنفسنا قول هارد لك في القوة الجوية حظ أوفر إلى في المنافسات القادمة يجب أن يتعلم من هذا الدرس وأن ديتنا أيضا تتعود وهذا سؤالي ما الذي استفدناه من